على الأراضي السورية أصلاقا من قاعدتها غير الشرعية في منطقة التنف الواقعة على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي حيث ثبت لدينا بالأدلة الدامغة أن الكثيرين من عناصر هذا التنظيم الإرهابي يتلقون تدريباتهم على أيدي مدربين عسكريين أمريكيين في تلك القاعدة كما تم رصد عناصر هذا التنظيم بالعين المجردة يتحركون داخل تلك القاعدة وفي محيطها بأعتادهم ومركباتهم بكامل الحرية وثبت لدينا أيضا قيام أولئك الإرهابيين بشن العديد من هجماتهم في البادية السورية بإسناد من القوات الأمريكية وأخرها كان الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة مبيت لعسكريين من الجيش العربي السوري كانت تمر على أحد الطرقات في البادية السورية بتاريخ الثالث من كانون الثاني 2022 ما يقوم به الاحتلال الأمريكي من إدارة لصراع المتناقضات على الأرض والذي تجسد جليا في الأحداث التي شهدتها مؤخرا محافظة الحسكة بدءا من التغاضي الأمريكي المتعمد عن تحركات إرهابي داعش قبل هجومهم على أحد السجون الذي يضم عددا من متزعميهم تحت إدارة ميليشيا قسد لتقوم قوات الاحتلال الأمريكي بعد ذلك بشن هجمات جوية منسقة دمرت من خلالها عددا كبيرا من مباني المرافق الحيوية التي كانت الحكومة السورية تقدم من خلالها خدماتها للمدنيين هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر